هاي دير هاوزي جوان انا محمد سلام وانتبه تشوف دلوقتي قناة متعة التعليم النهاردة محتاجين نركز كويس جدا ليه؟ لا اكتر من سبب السبب الاول ان الجمل الى حد ما هتكون اطول شوية اما السبب التاني ان الجملة ممكن تكون لشخص واحد بس مكررة اكتر من مرة لكن لشخص واحد بس تمام كده؟ فعايزك تركز كويس جدا وتكون منتبه من اول مرة واكيد لو احتاجت تتعيد الجملة تاني ارجع وعيدها تاني تمام كده؟ يلا ركز معي واسمع الجملة دي بتقول ايه طبيعي جدا اللي عارف الجملة كتابها لكن اللي معرفهاش مش عايزه يتخض مع التكرار هتحس بسهولة الجملة زي ما حصل في كل الجمل القديمة وانت جربت بنفسك وشفت اسمع مني كده الجملة بشكل ابسط I swear I thought you were asleep and I just wanted to try it I swear I thought you were asleep and I just wanted to try it الجملة بتقول طب والجملة دي معناها ايه؟ اقسملك ان انا كنت فاكرة انك كنت نايمة وانا بس حبيت اجربه او اجربها يبدو كده انها استخدمت حاجة من حاجاتها من غير ما تستأزنها وقالت لها انا كنت فاكراك نايمة والله بافتكرك كنت نايمة وحبيت بس اجربها ما كانتش هتسرق ولا حاجة يعني الجملة نطقها بسيط جدا I swear I swear I thought you were asleep I swear I thought you were asleep and بلاش نقولها and ممكن نقولها and I just wanted to try it and I just wanted to try it I swear I thought you were asleep and I just wanted to try it and I just wanted بدل من قول wanted ممكن نقول wanted and I just wanted to try it to try it ما بنبين شتي بتاعت it and I just wanted to try it I swear I thought you were asleep and I just wanted to try it بحلف اني كنت فاكراك نايمة وانا كنت بس عايزة اجربها اسمع الجملة تاني دلوقتي هتلاقيها ابسط بكتير I swear I thought you were asleep and I just want to try it I swear I thought you were asleep and I just want to try it I swear I thought you were asleep and I just want to try it I swear I thought you were asleep and I just want to try it تمام كده يلا نشوف الجملة اللي بعد كده بتقول ايه وخلي بالك هتكون من شخص واحد بس يلا اسمع كده الأخبار منعرف الجملة وكتابها طب اسمحها مني كده الجملة بتقول هو انت مش حاسس بالندم على اللي عملته طبعا الجملة دي نقدر نستخدمها لو ابننا عامل مصيبة في البيت وتقوله هو انت مش حاسس بالندم على اللي عملته ريمورس يعني ندم مش حاسس بالندم على اللي عملته ركز كده واسمع الجملة تاني تمام كده؟ عايزك تركز معي في اللي جاي ده احنا خدنا قبل كده لو انت حاسس بتحسن بنقولها ازاي طب لو عايزة اقول لحد انت حاسس بأي تحسن هنقولها ازاي يا ترى مفيش اي حاجة تختلف احنا بس هنزود كلمة اني ويكون السؤال هل تشعر بأي تحسن؟ تمام كده؟ تمام طيب لو عايزة اقول لحد حاسس بأي اختلاف اكيد انت الوحدة كتقولها دلوقتي قول كده ايوه حاسس بأي اختلاف برافو عليك حاسس بأي اختلاف حاسس بأي تحسن هوا هوا غيرنا كلمة better لدفرنت اسمع كده الجملة ممتاز ورائع جدا دلوقتي هتسمع الجملة دي واكيد اكيد هتعرفها لوحدك اسمع كده انا متأكد انك عرفتها اسمعها مني كده انا متأكد ان الجملة عرفتها لوحدك حاسس بأي قلم هنا يبقى دلوقتي خدنا حاسس بأي تحسن حاسس بأي اختلاف حاسس بأي اختلاف وهكذا اسمع الجملة تاني كده رائع جدا جدا اسمع الجملة دي بطل وبرضو هتعرفها لوحدك اكيد اسمع كده ما غيرناش اي حاجة حاسة بندم ممكن نشيل كلمة اني انت حاسة بندم ركز كده واسمع الجملة تاني لحد هنا رائع جدا اسمع بقى الجملة اللي جاية دي وركز فيها عشان هتتقال من شخص واحد بس يلا اسمع الجملة جملة طويلة شوية مش كده بس بسيطة جدا اسمعها مني وبراحها جدا الكملة بتقول whenever you feel angry do you feel any desire to hurt yourself whenever you feel angry do you feel any desire to hurt yourself كل ما تحس انك غطبان وزعلان بتحاول تأذي نفسك whenever you feel angry do you feel any desire to hurt yourself اكيد خدتوا بالك ونحن قلنا هنا كمان ايه do you feel any desire هل تشعر بأي رغبة do you feel any different do you feel any pain وبالتالي الجملة يعتبر واخدين نصها ما هيش كبيرة ولا حاجة اسمع الجملة تاني وركز فيها whenever you feel angry do you feel any desire to hurt yourself whenever you feel angry do you feel any desire to hurt yourself whenever you feel angry do you feel any desire to hurt yourself whenever you feel angry do you feel any desire to hurt yourself تمام كده ودلوقتي أسيبلكم ثلاث أسئلة تجاوب عليهم في التعليقات بها أنا اشتركتنه ها اشتركتنه م nonsense ها أاخنت تكلua مcence ها حينما تكلتrine لم ceremonies ها اريد من مستد altitude